مرحباً 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 ألف 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 مليون مرحباً خليكي نورتي تفضلي شكراً ماذا الجمال دوي؟ مش رفعنا كده يا رب على طول خليك يا حبيبة قلبي قوليلي عملتي إزاي ده؟ يعني إزاي اشتركتي؟ احكيلي أنا عايز أعرف كل التفاصيل أنا جايلك أول واحدة عشان أخذ منك كل التفاصيل فهو فعلاً ده أول تيفي انترفيو أعمله أيوة ده حقيقي ومبسوطة قوي إن أنا معيكم النهاردة ومبسوطة إن إحنا بنحتفل مش بس بإن أنا بقيت ملكة جمال مصر للكون عشرين أربعة وعشرين بس ده احتفال لكل البنات اللي في العالم اللي حاسين اللي هو أنا مش بمقيس الجمال أنا مش بميت أو مش بقابل مقيس الجمال أو أنا محتاج أغير شكلي كلنا حاسين ده وإحنا في مرحلة المراهقة كلنا حاسين إن إحنا مش كفاية كلنا حاسين إن إحنا لازم نعمل حاجات كتير قوي عشان نبقى حلوين بس الحلاوة والجمال ده حاجة نسبية ومش المفروض حد يقول لحد يعني المفروض يبقى عامل نساء أنا شايفة إن الجمال ده حاجة داخلية لو أنت مرتاح مع نفسك حيبان من الطاقة بتاعتك أول ما تخش أي مكان صح طبعاً ده حاجة أنا تعلمتها بالوقت الكبير وأنا كان نفسي يبقى فيه رول موديلز أو يبقى فيه نمازج بتقول الكلام ده وأنا صغيرة فعشان كده أنا باخد الموضوع ده شخصي يدام كأنها قضية شخصية البنات بالنسبالي إن أنا أفهمهم حتى لما بشوف بنت صغيرة بتقابلني مثلاً في الشارع عندها سبعة سنين أو كده اللي هو صغيرة قوي إن هي تعرفني بس عرفاني وبتحبني أنا بعتبر ده إنجاز لكل البنات في العالم إن هما يشوفوا حد كان بعيد قوي عنه إن هو يحقق حاجة كان بيتقلل هو يعني أنت مش هتبقى حاجة وأنا من وانا صغيرة بتفرج على حفلة ملكات الجمال ودي حاجة كنت حلم اللي هو إيه حاجة كلنا كنا بنتجمع كعيلة معهم نتفرج عليها صح بس دايماً كانت حاجة بعيد مستحيلة خلاص قلت إن أنا بقيت أم عدد سنة تلاتين بعيد عن يعني مثلاً أنا عندي بوهاء أو كده دي حاجة تانية كمان إن أنا أم بقى وعديد سنة تلاتين لأن دي شروط المسابقة ما ينفعش تكوني أم ينفعش تعديد تلاتين أنا عارف عشرة دي الكومنتات اللي كانت مكتوبة مبارح على البوست بتاع إن أنا كسبت فأنا مبسوطة إن الكومنتات دي موجودة عشان ده يبين قد إيه العالم محصور في حتة معينة أو يعني هو ده اللي إنت لازم تبقى إنت بالمواصفات دي وإلا ما ينفعش معي إن الأمهات يعني هم في الآخر ستات زي أي حد فأنا مبسوطة جداً إن أنا أول أم أكسب ملكة جمال مصر للكون وأول شخص مش هقول عنده بهاي عشان مش عايزة بس أتكلم عن الموضوع ده بس عنده اختلاف أو مختلف يكسب مسبقة ملكات جمال في العالم في التاريخ فدي هنعتبرها حاجة الكراون ده أو التاج ده هنعتبره هدية مني لكل البنات اللي بتتعود تفكر أنا ينفع أنجح أو ما ينفعش أنجح عشان أنا في حاجة مثلاً هي هتوقفني إحنا اللي بنفرد معايير الجمال على العالم سمى كل واحد يطلع ويقول أنا جميل وأنا عارف نفسي وأنا عارف إن ما فيش حاجة ممكن توقفني لأن في النهاية الاختلاف دي حاجة ما بنشوفهاش كل يوم وبنشوفها كل يوم خلاص هيبقى تعودنا عليها بس فهي دي يعني المسج بس أنا عايزة أعرف تفاصيل يعني إيه اللي خليك تفكري إن أخش ديكي قلتي عندك كل الشروط مش عندك بس اللي هي الشروط المسابقة ده حقيقي تمام بس يعني إيه اللي يعني صحيحة الصحيح قلتها أقدم فتحوها السنة اللي فاتت إنت عارفة كده لسه فتحينها استنادي أول سنة يبقى فيه أمي ينفعها تقدمي فأنا كنت أبعد كده إيه الكنبة اللي إحنا عادين عليها دي وتخيل بنتي على الستيج إنت تحلمي فيها بحسن بقول خلاص هي حاجة مش مكتوبالي ربنا كتب لي حاجات كتير قوي حلوة بس الحاجة دي مش مكتوبالي خلاص يعني عادي بس كنت بقعد بقى تخيل إن هي بنتي هتبقى ملكة جميلة ماشية بقى على الستيج بقى لو هي تحب طبعا كنت بقول بقى أنا هلبسها الفستين ده وحقول لها مثلا شعارها أحلى يبقى كده ونقعد نتكلم مع بعض في اللوكس بتاعتها وكده لقيت إنه شالوا كل الشروط وينفع أي حد يقدم فقلت الحلم ده بيرجع للحياة تانية وكان مستحيل طبعا ما هي شروط وكان لازم ننتزل بيها ايه كان شروط وأنا مش بقى مش بقى في الشروط بس كنت دايما مش فهمة ليه الشروط يعني ليه أصلا أنا معرفش ليه الشروط الصراحة حاجة زي كده المحجب لازم يشترك واحدة محجبة لازم يبقى فيه إنكلوسيفتي أو شمولية أي حد في الدنيا يبقى عنده فرصة متساوية مع الآخرين فيش حد المفروض يبقى أو حد نطلعه من الحسابات أو حاجة مستحيلة إنها تكون فأنا مبسوطة إن في حاجة زي كده ومبسوطة إنه أنا حمثل المرأة العربية وبالأخص المرأة المصرية على يعني ستيج عالمي زي Miss Universe هي أكبر مسابقة في العالم لملكات الجمال وأكتر واحدة يعني فيها مش بس لازم تبقي مثلا شكلك حلو لأ لازم تبقي كمان Spokesperson أو شخص بيتكلم حلو لأن أنت كده أنت برسلتك دي حتلهمي بنات الكون ناس كتير قالتلي لأ أنت يا أمة تبقي أم كويسة يا أمة تبقي ست عاملة كويسة ليه يا جماعة ليه أنت بقى ده الإحباط اللي ما حد بيكلم عليه أنت بقى It's up to you أو الموضوع يرجع لك أنت عايز تصدقي ده عن نفسك ولا لأ لأن أنا لما درست أنا دلوقتي بدرس Life Coaching Certificate أو شهادة عن Life Coaching وفي حاجة كده وقفتني وأنا بذكرها بتقول إنه The biggest coping mechanism the human beings have is projection يعني أكتر حاجة الأشخاص في العالم بيعملوها لما بيقدروش يعملوا حاجة إنه هو يشوفوها فيكي صح فلما حد يقولك أنت متقدريش بهو شايف إنه هو مش هيقدر إنه هو نفسه مش قادر آه بالزبط كده أنت أحلامك صعبة قوي أو أنت ينفعت بقي أم كويسة أو ينفعت بقي بس بتشتقي كويسة في شغلك لا وإنت تقدري تبقي كل حاجة وبعدين أنا وقفت مع نفسي ثانية إيه النموذك اللي أنا عايزة يعني أخليه بين لبنتي إيه النموذك هل أمها الضعيفة اللي مش قادرة تحقق أحلامها اللي مش قادرة تحقق اللي كل حاجة بتكسرها ولا عايزة بقى أم قوية لأن الأطفال يعني ممكن تنصح يوم طول الوقت بس في النهاية هم هيعملوا اللي هم شايفين اللي شايفين صح بس فاة طيب أنا عايزة أرجع بيكي شوية كده السوشيال ميديا أنت في الأول يعني كنت لحبة أن أنت تخشي سوشيال ميديا ولا كنت لحبة أن أنت بكوني ورا الكاميرا أنا كنت ورا الكاميرا طول عمري وعمري ما عملت عرض مدرسي ولا اشتركت في كواير ولا لا 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 خالص مش الشخصية دي يعني كنت ممكن أقف أزبط مع التيم ورا الكاميرا وحتى لما ميكاب أرتست الميكاب أرتست بتبقى ورا الكاميرا ورا الكاميرا ما تظهرش فكت في مشكلة لازم دلوقتي حبدأ لازم موضل تظهر فبقيت أنا الموضل فتصورت قبل وبعد وحطيتها لأنه زي ما أي حد بيماركت لشغل عايزة ببيني شغلك فلاقيت بقى الناس تبت الميكاب خالص ومسكتك أنت أحنا ومسكتني أنا بقى فعلا كانت من البدايات أن حد سباشلي في البلاد العربية يطلع ويقول أنا مختلف وبحب نفسي يعني إحنا عندنا العريضة الزياء العالمية ويني هارلو عندها نفس السكين كونديشن اللي عندي بس ما كانش حد في البلاد العربية عنده الجرأة الجرأة هو بس زي ما بقولك أنا واخدية قاعدة في حياتي في أول حاجة في كل حاجة صح فليه ما تكونيش أنت أول حاجة ليه تسمعي أنه مستحيل أو كده عايزة أعرف كومنتز كتير بيقول أن أنت متأثرة بيها أو بتقلدي حياتها ده صح لا هو إحنا عايشين في بلدين مختلفين جايين من background مختلف وظروفها مش ظروفي أنا أم وعندي يعني عندي حياتي أنا كمان lifestyle content creator هي model يعني الموضوع مختلف تماما ولكن إحنا يعني عندنا نفس السكين كونديشن فأكيد هنبقى شبه يعني أكيد هنفكر الناس ببعض يعني فهمها وهي يعني عايشة في مكان بتعمل حاجة وأنا بعمل حاجة تانية أنا يعني عندي lifestyle مختلف تماما أنا model بس في نفس الوقت بقى create content أنا brand ambassador هي Victoria's Secret model آه يعني الاختلاف تماما بس يعني إحنا عندي عتاب دايما إحنا لو يعني لو في حد طلع من عندنا بحاجة معينة يبقى لازم يبقى بيقلد يبقى هو اللي بيقلد بس دا مش حقيقي المفروض بقى دلوقتي المرحلة الجاية أن أنا اختار فساتيني فعلا أن أنا رايحة بقى أنا مش عايزة 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 عربي يعني يعني ليه فساتيني ليه بنروح للغرب وإحنا عندنا كل حاجة وعندنا أحسن الحاجات فأنا بعتبر الناس اللي بتقول أن أنا بقلدها يعني يعني حاسة أن هي في حتة وأنا في حتة تانية وأنا في حتة وجايين من background مختلفة وقناعتنا مختلفة هي عندها skin care brand بتاعها وأنا حب أشتغل معنا بحبها ما عنيش مشكلة معاها بس أنا حاجة وهي حاجة ومش معنى أن حد طلع وتكلم في البلاد العربية عنده نفس skin condition يبقى هو بيقلد حد من الغرب يعني ما هي حتى لو مش موجودة أنا برضو كنت حبقى موجودة في البلاد العربية لأن دي حاجة زي ما بقولك قصتي جت ما كنتش قصد أطلع يعني هي اشتركت في American stop model American stop model أنا يعني ما كنتش دي لسه أول مسابقة أعمالها ما اشتركتش في أي حاجة فما كانش هدفي أصلا أن أنا تشاهر على السوشيل ميديا ولكن ربنا اختار لي الطريق ده والناس بدأت تfollow me والناس بدأت تلهم بقصتي فدي حاجة دي حاجة ودي حاجة صح؟ طيب عايزة أرجع عملكي بقى ورا بعد قبل السوشيل ميديا شوية الطفولة بصي أنا بابايا ومامتي supportive جدا أنت قلت لي قصة قبل ما نصور عايزة تقوليها تاني ماشي أنا بابايا ومامتي وأخواتي إحنا على الحمد لله الحمد لله كلنا مندعم بعض مفيش مع عمري ما حسيت إنه مثلا أهلي مكسفين مني أو كده بالعكس بابايا كان متضاء قوي لما جالي صدفية عشان جالي قبل البهاء جالي صدفية لأن أنا وانا عندي 8 سنين جالي مرض مناعي اسمه الزئبة الحمراء ده بيبوز حاجة في الجسم فهو بوز لي يعني أصبني في الجلد في حد تاني حتى سلينة جماز جالها في الكلا مش عارفة إيه فالحمد لله دي أخف حاجة يعني إن هي تيجي في الجلد بس أهلي سابورتف جدا ما كانش عندهم مشكلة كانوا على طول معايا وقفين في ظهري ولكن طبعا في مراحل المدرسة طبعا كانت مراحل صعبة كان فيه كومنتات الناس صحابك في المدرسة كان فيه أهليهم كانوا مش أفضل حاجة ساعة بيبقى فيه أهالي هي اللي بتبقى متنمرة مش بس الأولاد فطبعا أكيد عشت 15 سنة كان عندي بقى زي حرب نفسية ولكن زي حكررلك تاني أنت اللي بتختاري طريقك مامتك عملت إيه لما لما جي حد قالك أها مامتي مامتي بقى إيه يعني شخص بيحب الخير يعني حتى تلاقي الجيرانة عندنا في البيت الناس كلها عندنا في البيت عارفة الناس كلها بتحبها وهي بتحب تتصدق نصير قوي عمش عارفة هتحب القصة دي ولا لا ولا هتقتلني بعده لا لا لازم نعرف بس خلاص بقى أنا ما فسدتش عليكي السواب بس لازم أقول هي بتحب تتصدق كل يوم لازم تطلع حاجة من عندها يعني ولما جالي بقى المرض المناعي وجالي صدفية وكده كتبت تتصدق كتير قوي وكاد بتقول بني تشفى بنتي يعني فواحدة صحبتها تنتمنال حبابتي انت كمان ذكرت الأسامي فأنتي كده همتهمش لكتر واحدة هي مش هتخفي يعني انت اللي هو برضه بتحبطها بهدف تاني بس مش مفيش اصل مرض مالوش علاج هو فعلا مالوش علاج فقيت لها يعني مش هتخفي وكده وده مرض مالوش علاج قيت لها بس يعني ربنا هيتصرف هيرضيها الناس والبنات لما بيجوا يسلموا علي وبيجوا بيتصوروا معايا بيبقى أكتر من هم شخص مثلا on social media أو شخص معروف لا هم حاسين بأمل انه أي حد ممكن يبقى أي حاجة هو عايزها من غير ما أي حاجة ممكن توقفه خلصنا الكلام عن كل حاجة بس أهم حاجة لارا احكيلي شوية عن علاقتك بيها في البيت وهي بتشاركك الفيديوز احكيلي شوية عنها بصي لارا يعني شخص private يعني social media لسه هي مش بتحب أو يتظهر وأنا ما بضغطش عليها يعني ساعات عايزة أقولك بيجي لنا إعلانات وحاجات انتوا اللي تنم مع بعض بس هي تقول ليه ماينا مش حابة خلاص الموضوع خلص ما بتفرديش عليها لا تعالي ولا حتى هي مش بتظهر كتير معايا وأنا باحترم ده خلاص هي عايزة حياتها private هي حرة هي حرة ولكن طبعا أحلى حاجة في حياتي وأكتر إنجاز أنا بعتبره إن أنا أم اللارا يعني دي أول حاجة بحطها في حساباتي في أي حاجة هي بدأت تكبر فبدأنا نختلف أكتر ولكن إيه؟ إحنا بنحاول نبقى صحاب يعني اللي هو إيه؟ إحنا متفقين مثلا إن أنت حتصلي إحنا متفقين مثلا عارفة اللي هو صحاب بقولك إيه اللي هو يعني إحنا متفقين بتشاركيها في كل حاجة؟ يعني لما دخلت المسابقة قلت لها أو لعملتها لها مفاجأة؟ لا أنا بحب أقول لها كل حاجة لأنه في حاجة من الحاجات المهمة قوي برضو وعايزة أقولها للأمهات إنه صرحوا ولادكو بكل حاجة يعني ما تحاولوش تدي لهم نموذك إن إحنا بيرفكت ما شاء الله الجيل اللي طالع جيل أسكى وزكي وعنده وعي بحقوق واجباته صح يعني هي عارفة كويس قوي إن الشخص المفتوض يكلمها إزاي ماينفعش يقول لها إيه وينفع يقول لها إيه حقوقها محفوظة هي عارفاها كويس قوي فبدأنا لما كبرت بقى بدأنا إيه كده اللي هو لها رأي ومش عارفة إيه بس إحنا في النهاية أنا بحب أحكي لها كل حاجة يعني مثلا لما جيت دبي ودي حاجة أنا ما قلتهاش كتير كنا مرينة أنا وهي بأزمات كتير قوي إنه بننقل بقى من بيت لبيت والوحدنا خالص هنا وطب أنا عندي شغل طب هنعمل إيه ولكن جبتها وقعدتها وفهمتها دلوقتي إحنا هيبقى فيه فترة مش أسهل حاجة ولكن إحنا هنعدي ده مع بعض يعني دايما مثلا يقولك إيه أنا مثلا سهي الطفل ده شوية ولحد ما مامته تنزل ده حاجة أنا مش بشجعها لإن كده ما أنا أقول للطفل أنا نزلة رحها مكان حتى لو عيت قدامك أو مثلا زعل أو كده بس هو عارف يعني فيه ثقة متبادلة فإحنا إيه مستي بقولك إيه أنا دخل والآخر أنا نزلة إيه يا مامي يعني أنت هتبقي ميسي يونيبيرسيتي بتقولي ميسي يونيبيرسيتي ميسي يونيبيرسيتي ميسي يونيبيرسيتي نعد نتحك مع بعض بس يعني أنا بشاركها في كل حاجة بشاركها في كل حسيسي حتى ونزل علينا وإلا مثلا نزل علينا عشان كذا حصل كذا في شغلي أو كذا بتتدايق من الكومنتات لو قارت حاجة وحشة عليكي أو كلمة قلت عليكي في كومنت أو حاجة ولا لا هي خلاص عارفة لا هي مش أنصوش الميديا ولكن لو في الحياة الحقيقية بقى وكده حد سأل مثلا كنا قبل كده بنشتري اليونيفورم بتاعها وحد قال لها مامتك وعندها إيه ومش عارفة إقيت له هي مختلفة والاختلاف جميل وكده خلاص هي عارفة باقي هي عارفة الدنيا فيها إيه بس في الأول طبعا كب بتسألني وهي صغيرة كب بتسألني وأنا ما بخبيش عنها أنا عندي كذا وفي كذا 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 وأنت لو حد سألت كذا وده دي حاجة برضو أنا بقولها لكل الأهالي إن لو طفلك مثلا لقدر الله مثلا عنده أي حاجة عنده أي مشكلة مختلفة بأي طريقة عنده أي مرض تجيبه وتعود تكلمه ما تحاولش تخبي الموضوع عنه لأنه ساعتها هيعرف إنه المصادر من بره هيعرف هيأخذ معلوماتهم من المتنمرين حد قاله حاجة مش حقيقية عنه أو كده ساعتها هيجمع معلوماته من مكان غلط وكلها معلوماته تبقى غلط ده حقيقي إيه الحاجة اللي بتخوفك على لارا زي ما بقولك إن هي تعيش اللي أنا حسيته في طفولتي إن أنا مثلا مش كفاية أو إن معايير الجمال كده فأنا مش بوفيها كلها طب أنا هعمل إيه حياتي هتمشي إزاي ولكن أنا بحاولت دايما أبقى الحاجة بقى المضدل ده إن أنا فعلا أوعيها وفهمها إنه أنت أكتر بكتير قوي من شكلك إنتي لازم تبقي من مواكي كمان شخص حقيقي شخص بيحب نفسه شخص عارف كويس قوي نقطة القوة بتاعته ما تخليش حد يمارس عليكي حاجة زي إنه هو يشككك في نفسك أو يشككك في قدراتك بس أكيد الأم بتفضل خايفة من ده لإنه التأثير العالمي كبير قوي فإنه أنت لازم تبقي كذا لازم تبقي كذا وإلا أنت مش هتبقي مش هتبقي حلوة طيب بما إنك ميس إيجبت هتقدم إيه أو خطتك إيه أو إيه اللي ممكن تستفدي منه وتفدي الناس باللقدة بصي أنا قريدي بقالي 3 سنين بشتغل مع 57-57 عشان الأطفال اللي عندهم كانسر بيبقى شكلهم مختلف فده بيأثر على نفسيتهم فلما يشوفوا حد مختلف وما فيش مشكلة إنه هو عايش حياته طبيعي إنه هو بيعمل شغله طبيعي عايش حياته بالعكس ده بيديهم أمل فأنا قريدي بحب قوي بحب العمل الاجتماعي والعمل الخيري وبزور مجزي عقوب بعمل تاد توكس بطلع على الستيجز بشتغل اشتغلت فترة مع وزارة التربية والتعليم كنت بروح المدارس والجامعات عشان وكمان عملت في الأكاديمية في اسكندرية لأن أنا مسكندرية أيوة اسكندروني بس فقراتي أنا أي لقب هو بيبقى مسئولية صح ولازم يعني لازم المسئولية تبدأ وقت ما تغطي التاج مش العكس مش فيه ناس بيحطوا يعني بيربطوا أحلامهم بتارجت أو أو مثلا هدف معين لما الهدف ده ياخدوه خلاص الموضوع خلاص خلاص عليك بالعكس بالعكس نحن بتبتدي نحن بتبتدي طريق مليان بالإلهام مليان بأن أنت دلوقتي كأن مثلا أنا عندي أخدت مايك أكبر أنا عندي مثلا متابعين معينين دلوقتي أنا بخاطب ناس أكتر صح فدي مسئولية أكبر علي أن أنا ماخدهاش بس كده لايتلي أو أخدها باستخفاف لا بالعكس أنا لازم يبقى أكتر الأعمال الاجتماعية تبقى أكتر الأعمال الخيرية تبقى أكتر لوجين وانت قد المسئولية بسطت بيكي جدا جدا وإن شاء الله من نجاح لنجاح والخطوة الجاية يعني مش عارفة نبقى إيه الخطوة الجاية Miss Universe International Competition أنا يوم 1 نوفمبر حبقى في المكسيك مع 130 بلد على الكراون أو التاج بتاع Miss Universe ملكة جمال الكون عايزة كل العرب يعني أنا مش بنت مصر بس أنا بنت كل العرب وأحب أن كل العرب يدعموا حاجة زي كده وإن شاء الله مع بعض I promise you إن إحنا إن شاء الله هناخد الكراون هتخدي إن شاء الله حبيبتي حبيبتي بالتوفيق يا رب إن شاء حبيبتي شكرا لك جسدك جديد المترجم للقناة